تحذير بلغة دق جرس الإنذار الأخير قبل أن يفوت الأوان ويجف آخر ما تبقى من مياه العراق الإنذار الذي جاء بصيغة الدعوة العاجلة لدول الجوار لمناقشة فاعلة حول تقاسم المياه وتحدثت به الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جينين بلاسخارت يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمعضلة تراكمت طيلة الفترة الماضية ولم يحقق العراق من نتائجها سوى خسارة الأنهر التي أصبح معظمها جافا أو شحيح المياه والمشكلة التي فتحت أوراقها قبل أيام ونقشها الأمن القومي بخصوص اتفاقية الجزائر تلك التي تربط الحدود المائية بين العراق وإيران أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى من حيث إعادة نبض المياه العراقية إلى أنهارها وقنواتها المائية وعلى الرغم من حديث بغداد عن الذهاب إلى خيار تدويل الملف المائي ضد سياسة طهران إلا أن القضية باتت معيار خطر ينذر بخسارة فادحة يعيشها العراقيون سواء من شح المياه أو جفاف المحاصيل الزراعية وفي هذا السياق كان حديث وزير الموارد المائية عن إيجاد مساع للانتقال التدريجي إلى اقتصاد أخضر مستدام حديثا مهما رغم معاناة العراق من تأثير التغير المناخي وموجات جفاف قاتلة إلا أنه أكد عن التضاؤل الواضح في تدفقات المياه من دول المنبع إذن خياران لا بد منهما في العراق للاعتماد على المياه والزراعة في الوصول إلى حلول جذرية تنقذ البلاد من السقوط في حفرة لا ماء فيها ولا حياة موسيقى موسيقى